السلام عليكم طلاب اليوم محاضرتنا هي تكملة الموضوع البرل اوبرايشن اوف دي سي جنريتر هذا الموضوع اللي يستخدم به اكثر من مولدة سمول جنريتر تربط على توازي بدلا من استخدام سنجلار جنريتر اخذنا الاسباب اللي يتمثل تفضل هذه الطريقة والكنكشن والشنط جنريتر يعني النوع الجنريتر اللي مستخدمة بهالطريقة هي الشنط فيل جنريتر اليوم راح ندخل بالامثلة لهذا الموضوع المثال اول 2.220 volt DC جنريتر has each having linear external characteristics operate in parallel 2 جنريتر مربوطات على التوازي والترمنال الولتج هي 220 volt والمشين has a terminal voltage of 270 volt on no load هنا هاي الفولتية تمثل قيمة no load voltage no load emf and 220 volt at a load current 35 ampere منطي هاي المولده الاولى والذي اضر هاز a voltage of 280 volt منطو 280 volt هي no load المن للجنريتر الثاني and 220 at 50 ampere وفولتية load اللي هي 220 طبعا تساوي الجنريتر الاولى لان منطوازي والتيار هو 50 ampere calculate the output current of each machine and busbar voltage when the total load is 50 ampere يريد الoutput current لكل جنريتر ولكل ماشين والباس بار voltage زين والترمنال اذا total current is get 50 ampere what is the kilowatt output of each machine under this condition ايضا يريد الkilowatt output power لكل ماشين الحل راح يكون بالبداية للجنريتر الاولى نستخرج voltage drop زين انا عندي فولتية no load اللي هي تمثل emf no load ومنطي terminal voltage فولتية اللود 220 فاطرح من no load voltage ناقصا فولتية اللود تنطيني voltage drop المن للجنريتر الاولى فاحنا منطرح terminal voltage نطرح من 270 اللي هي no load voltage تنطيني قيمة I1R1 اللي هي voltage drop هذه تمثل قيمة voltage drop هس منطيني قيمة التيار هو 35 ampere للجنريتر الاولى فنقسم voltage drop على التيار اللي يمر بالجنريتر اللي هو 35 تنطيني voltage drop per ampere اللي هي 10 على 7 volt اللي هي تمثل قيمة R للجنريتر الاولى زين فاستخرجنا voltage drop نقصنا 270 طرحنا من no load emf طرحنا منها load voltage طلعتنا قيمة voltage drop للجنريتر الاولى ومن ثم طلعنا قيمة voltage drop per ampere اللي هي تكافئ لي المقاومة للجنريتر الاولى نفس الشي بالنسبة للجنريتر الثاني نستخرج voltage drop per ampere نطرح 280 هاي المعلومات للجنريتر الثانية نقص منعدها voltage load 220 ونقسمها على التيار الجنريتر الثاني تطلع لي قيمة اللي تكافئ لي المقاومة للجنريتر الثاني 1.2 voltage per ampere زين هسا نجي اذا total current 60 ampere هو من يتغير التيار مجموعة التيارين يعني يصير 60 ampere يريد البصبار voltage والتيار لكل machine فهسا نجي البصبار voltage اللي هي V راح نرمز لها راح تمثل اللي هي نفسها للبصبار voltage والI1 هي راح تمثل التيار للجنريتر الاولى والI2 التيار للجنريتر الثاني اذا اريد اجي اطبق القانون للV للجنيتر الفولتية الحمامة بالجنريتر الاولى كما سيرى where ele 중에 ، المز評 المز評 مافلا لي هي دعالات المز評 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 10 على 7 فولت بير أمبير في مضروبة بالتيار الأول اللي هو ما معلوم هاي بالنسبة للجنريتر الأولى نجي الجنريتر الثانية الفولتج بصبار مساوية للأولى والثانية مش الساوي لـ 280 أخذ الـ EMF للجنريتر الثانية اللي هي 180 وأطرح منها الـ I2 R2 الـ I2 هو ما معلوم والـ R2 هي 1.2 فولت بير أمبير تطلع لهذه للجنريتر الثانية على الشيء تمثل لي 2 آتم يمثلون معادلات البصبار والتج الفولت هي للـ 2 جنريتر هي مساوية توازي فالفولتية العلود هي مساوية لذلك راح نساوي المعادلة 10 فـ 270 ناقص 10 على 7 I1 لها المعادلة للجنريتر الأولى تساوي لهذه المعادلة 280 ناقص 1.2 I2 أبسط هذه المعادلة يعني طرفين ننقل طرف الـ I2 1.2 وننقل 270 طرف الـ 280 المعادلة تتبسط رياضيات يعني نضربها في 7 نقسمها على 2 تطلع أن هذه محاصلة المعادلة النهائية هاية المعادلة الأولى اللي هي عبارة عن متغيرين I1 و I2 بما أنه موجود متغيرين مع معلومات يراجدنا معادلة ثانية حتى نستخرجهم المعادلة الثانية من نحصلها من طين Total Current اللي هو 60 أمبير Total Current فI1 زائدا I2 ساوي لـ 60 أمبير هاية المعادلة الثانية معادلتين متغيرين تحل آنيا نحصل على المتغير الأول اللي هو Out With Current للجنريتر الأولى 36.6 أمبير والتيار الثاني اللي هو 36 الأول 1 23 و 6 و 3 و 36.4 أمبير هذا التيار الثاني طلعنا التيارات بعدين هو طالب البص بار Voltage من معادلة الجنريتر الأولى أو الثانية عاوض قيمة I1 أو نفس الشي إذا بالنسبة للمعادلة الثانية عاوض قيمة I2 تطلع لقيمة Volt فالV ها سواء هنا معاوضها بالمعادلة الثانية معاوض ببدال I2 قيمته قيمة التيار الثاني ومطلع الفولتية 236 و 3 ملاحش هاي البص بار Voltage أو Terminal Voltage من التيار تغير أو من مجموعة التيارين صار 60 أمبير هسا طلعنا الفولتية وطلعنا التيار للمعادلة الثانية الأولى الأوت لأنه هنا طالب What is the Kilowatt يعني يريد الـ Output Kilowatt Output الـ Power نضرب الفولتية إذا الماشين الأولى First Machine نضرب Terminal Voltage الفولتية في I1 إذا الماشين أولى نقسمها على ألف حتى تطلع بالكيلوات بالنسبة للماشين الثانية نفس الفولتية 236 ثلاثة يعني الفولتية في I2 التيار الثاني وإيضا نقسمها على ألف حتى تطلع قيمة الكيلوات Power أو الكيلوات Output المعنى للجنريتر الثاني المثال الثاني Two shunt generators each with an armature resistance of 0.01 Ohm and field resistance of 20 Ohm run in parallel نعم منطي two shunt generator أيضا عندي two generator والنوع محددة shunt generator الفيلد راح يكون shunt ويالarmature اللي هو هذا ومنطي قيم المقاومة armature resistance ومنطي قيمة يعني مقاومة armature ومنطي مقاومة الفيلد اللي هو 20 Ohm بالنسبة لمقاومة field resistance مقاومة الفيلد و 0.01 مقاومة armature armature and supply a total load of 4000 ampere منطي تيار load نعم اللي هو output current أو total output current يعني التيار النهائي مجموعة التيارين اللي هو 4000 ampere the emf are respectively 210 volt and 220 volt منطين the emf لكل generator الأولى 210 وثانى 220 calculate the busbar voltage يريد التيار للload اللي هي هذه وال output of each machine نعم يريد الفولتية والoutput اللي هي الpower مثل المثال السابق وهذا الحل بالبداية V راح نعتبرها هي busbar voltage terminal voltage أو voltage load و I1 هي output current للجنريتر الأولى والI2 هي output current للجنريتر الثاني اللي هي هذا على الرسم هذه I1 تعتبر output current للجنريتر الثاني وهذه I2 output current للجنريتر الثاني الزين هسه مجموعة التيارين I1 زائد I2 يساوي ل4000 اللي هي معطعة تعتبر total output current هنا عندي armature current اللي هو هنا هذا armature current شي يساوي للشنط current لأنه منطقية من المقاومات للarmature والفيلد والفيلد فهنا armature current يساوي للشنط current زائد I1 اللي هو output current للجنريتر هاي الأولى مجموعة ونفس الشي armature current للجنريتر الثاني شي يساوي للشنط current والتيار الثاني التيار للجنريتر الثاني مجموعة هسه بالبداية لازم نضع الشنط current لكل جنريتر بما الفيلد عندي مقاومة مساوية بجنريتر الأولى والثانية وايضا الفولتية السابلاي مساوية فهو شون الشنط current يساوي الفولتية على مقاومة فالثنين هاته المساويات لذلك قيمة الشنط current لل two machine أيضا مساوية فهنا الشنط current سواء للجنريتر الأولى والجنريتر الثاني هي نفس القيمة V على مقاومة I1 زائد الشنط current V على 20 المقاومة 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 للجنريتر الثاني هي I2 زائد الشنط current V على 20 نحن لكل machine سنتطبق المقاومة للمولدة V زائد المقاومة المقاومة يساوي EMF فهنا V البصبار V زائد المقاومة 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 I1 في المقاومة للجنريتر الأولى في المقاومة يساوي EMF ها المن للجنريتر الأولى نفس الشيء فهنا الفولتية هي مجهولة زائد المقاومة 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 نقوم ب بدالها هذا المقدار I1 زائد V على 20 يعني التيار زائد نعم مثل التيار المقاومة مثل التيار زائد فولتية شمد V على 20 ونضرب في مقاومة المقاومة المقاومة نعم مقاومة مقاومة المقاومة V مقاومة أن المقاومة نعوض ببدال هذا المقدار الذي هو التيار الثاني الـ Output Current الـ Generator الثاني الزائد تمثل لهذا المقدار الـ Shunt Current فهنا على الفلتية عوضنا ببدال الـ Armature Current وضربناه في مقاومة الـ Armature تنطين الـ EMF الثاني هذه المعادلة الثاني هنا صار عندها سهل معادلة تمثل هي الـ Second Machine يعني الـ Generator الثاني وهذه المعادلة ستتمثل First Machine نطرحهم حتى شنو نغير لأن هنا المتغيرات صارت تدي الفلتية أول متغير ثانية الـ I1 ثاني متغير والـ I2 يعني ثلاث متغيرات فهنا عندي مش شابه الفلتية نطرح المعادلتين فراح الفلتية تنطرح مش شابهة والـ V على 20M ام اذا راح تنطرح فتبقى لي بس I1 ناقص I2 مضروبة بالمقاومة اللي هو هذا هنا مضروبة بالمقاومة الـ Armature يساوي لي 210 ناقص 120 فهنا سالب 10 ننقل هذا يعني تقسم على 0.01 فتبقى المعادلة I1 ناقص I2 ساوي لألف هنا سالب 10 يعني I2 ناقص I1 يعني الرياضيات هاي المعادلة الأولى المعادلة الثانية شون من الـ I1 زادة I2 اللي هي ذكرناها بداية الحل يساوي لي 4000 امبير يعني مجموعة التيارين Total Current مجموعة التيارين طاني 4000 امبير نحل هن آنية اثنينات هن تطلع قيمة التيار الأول والتيار الثاني طلعت قيم التيارات هاي سأعاوضها بأي معادلة سواء للمشين الأولى أو الثانية عاوض قيمة I1 أو I2 تطلع لقيمة الفولتية أو الباس بار فولتج 189 فولت هاي بالنسبة للباس بار فولتج طلعت الفولتية والتيارات أصلا هي مستخرجناها فهذا الـ Output للـ First Generator نضرب التيار الأول في الفولتية نقسمها على ألف حتى القيمة تكون بكل واض نفس الشي بالنسبة للجنريتر الثانية نضرب الفولتية اللي هي طبعا مساوية في التيار الثاني اللي احنا جاي نقول للجنريتر الثانية ونقسمها على ألف يطلع الـ Output للجنريتر الثاني المثال الآخر المثال الآخر 2dc جنريتر are connected in parallel to supply a load of 1500 أمبير نعم نطيني total current 1500 للـ 2 جنريتر اللي هنا مربطات هالتوازن وين جنريتر has an armature resistance of 0.5 اوم منطي مقامة المقامة ومنطي an EMF منطي EMF من الجنريتر الأولى 400 اللي تمثلها ومنطي قيمة المقامة 0.5 اوم يختلي الفسر اذا الجنريتر الأولى ولل المثال тор منطي المنطي هالتوازن جنريتر الثانية مقامة عميل منطي ولمضي المقاومات المقاومات الشنطفولد للجينيريتر الأولى والثاني 100 Ohm، يعني 100 Ohm هالي الاولى تعتبر و80 Ohm للثاني Calculate the currents i1 and i2 يريد التيار الأول والتيار الثاني لكل generator نعم هذا التيار الأول وهذا التيار الثاني اللي هو يعتبر output current لكل generator Supplied by individual generator and the terminal voltage view of the company يريد أيضا الفولتية terminal voltage اللي هي احنا بالأمثل السابقة نسميها البصبار نفسيه terminal voltage او load voltage فهنا سيطلب التيار الأول والتيار الثاني l-output current لكل generator وأيضا terminal voltage الفي هي البصبار voltage او terminal voltage i1 رح يعتبر l-output current للجنريتر الثاني والi2 هي l-output current للجنريتر ذي الشه الأولى وهذا للجنريتر الثاني الم конце هذا بي إضافة منطقة أفريد الكلب شاء الإضافة الى%. إذا إن Cheramas 1 يقوم بتطيع الحوارات الإضافة عن 1 أو قليلة المسار tack to the price of 1 الفومات منطقة أفريد أن أحمد بالنسبات المسارة الأفريد إضافة منطقة الشايفة للحاجة Lu 25000 ناقصاً I1 هسا نجي الشند öyle شنط كرند هنا اخذنا الارميتر كرند شهي ساويلي الشند كرند زائدة ال I1 هسا هنانا اللي هو ال отп current للجنريتر اوله هسا فهنا الشند كرندش ساويلي هنا هاي الفولتية السبلال هاي تير من الفولتج اللي هي نفسه هنا نفسه هنا الفولتية على 100 هاي بالنسبة للجنريتر الاولى يعني الشنط كارينت 1 الجنريتر الثاني شي ساولي الفولتية على 80 يعني اختلفا قيم التيارات هاي بالنسبة للجنريتر الثاني فهل هنا الشنط كارينت لجنريتر الاولى الثاني هي فولتية على test mata بالقologie يساولي الارميش الكلير throw هي ساولي الارميش الكلير Kollhmm زاد لجنريتر الاولى I1 الشنط كارينت للجنريتر الاولى هاي اشكَذ ذا some moment v عالمية الارميش الكلير Í valores هنا ها الرسم هاي فضقتhaً ضميلة وقوضة المعاملة المفضل ثاني باذا ماستطيع برنامج مفضل ال فضموح heart的話 غيرك تفضل الفضل الثاني المقدار المرتب 1500 لطيب اعوض هذا المقدار بدلا من ال i2 ايش راح تكون معادلة ال i2 الارمي تر كارينت للجنرائتر الثاني ساوي ل 1500 ناقصا ايوان اللي هي شنه هذا المقدار يمثل لل i2 زادا V على 80 هسا ناخذ المعادلة العامة للجنرائتر اللي هي الimf الارمي تر دروب واللي هو a ra او جنرائتر الثاني ساوي لي v ال terminal voltage الimf ايوجي 400 الارمي تر دروب هو التيار الارمي تر في مقاومته تيار الارمي تر جنرائتر الاولى i1 زادا V على 100 اللي هو هذا I1 زائدا V عالمية اللي هو شنط current في أضربها في المقامة 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 يساوي ل الآن التبسيط ندخل 0.5 على القوس يصير 400 ناقصا و بعدين ندخلها على V عالمية 0.005V يساوي ل هذه المعادلة ننقل V من البولتية ننقل التيار 0.5I1 و ننقل V على هذا الطرف سيصير 0.5I1 يساوي ل 400 ناقصا هذا ينجمع بالسالب يعني بالسالب جمع واحد وهنا صفرين ثم ثلاثة صفارة وهنا لا يساوي يعني يصير 400 ناقصا 1.005V كيف المعادلة يصير هيا بالنسبة المعادلة الأولى نطبق الآن على الجنريتر نفسها المعادلة العامة علي من الجنريتر الثاني في أجل ايه ايه 440V ناقصا الارميتر دروب التيار الارميتر في المقاوم تيار الارميتر للجنريتر الثاني عوضنا معادلة دلالة معادلة اللي هو 1500 ناقصا آيوان زادا V على الثمانين اللي هو نراجع من نانا وعوضنا بداية الف وخمسة ناقصا آيوان فهذا المقدار هو راح يمثلي الارميتر كيرنت للجنريتر الثاني هذا هو الارميتر كيرنت بين القوس نضربه في شنو في المقاومة في مقاومة الارميتر هم للجنريتر الثاني اللي هو أربعة بالمية ويساوي لي V الفي مساوي نفسها بالجنريتر الأولى وبالجنريتر الثاني ايضا نبسطها وندخل المقدار على القوس تطلع المعادلة 0.04 يساوي لي هاي المعادلة الثاني اللي هي منين تعويض متغيرات بالجنريتر الثاني هس المعادلة التي نذني هاي الأولى وهذا الثانية نقسمها نقسم الأولى على الثانية يصير 0.5 I1 هذي على 0.04 I1 هاذا هنا I1 مو I2 هاذا I1 تختصر ساوي لي هذا المقدار تقسيم هذا المقدار هنا ذكرنا هذا V مو يساوي هنا فهنا هسا قسمنا هاي المقدارين هنا التيارات يعني بقت بدلالة V فراح نستخرج المتغير V المتغير terminal أو فراح ثم كما تجد هنا نستخدم هذه المعادلة نطلع قيمة التيار الأول التيار للجنوريتر الأولى نطلع التيار الأول 33.8 أمبير التيار الأول 33.8 أمبير أنا عند total current أقدر أطلع I2 أطرح من total قيمة التيار الأول يطلع لي I2 إذا طلب الoutput لكل ماشين نفس الشيء نضرب الفولتية اللي هي طلعناها terminal voltage للfirst ماشين أضربها في التيار الأول وإذا لسكند ماشين أضربها في التيار الثاني تقسم على ألف حتى تكون قيمة الباور بالكلوات